النهاردة على السيرة الذاتية والفنية للنجم الراحل عزة العليلي طبعا كان واحد من أحب الفنانين وأجدعهم حتى وسط زملائه فالنهاردة هنتكلم على أهم أدواره سواء السنمة أو مصرح مع ضيفي النقد المصرحي الكبير الأستاذ زموحي إبراهيم اللي منورناه مشرف أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك طبعا سعداء جدا بوجودك معناك المعتاد أهلا بيك ومن حسن الحظ يمكن إحنا دردشنا من كام يوم كده حتى في التليفون واتفاجئت زموحي قلت لي أنه كان ليه باع في المصرح عزة العليلي طبعا شو عرف ويمكن ناس كتير مننا ما عنداش المعلوم فقرينه الثاني مقاوي لس الأستاذ عزة العليلي وما منورس المصرح في الأساس يعني 35 عرض مصرحي من سنة 62 لحد وفاته الله يرحمه والأستاذ عزة العليلي حتى بدايته بدايته المبكرة جدا وهو طفل كانت في المصر وحنقول في عجالة سريعة علشان الناس تحس بقصة الأستاذ الفنان رحمة الله عليه عزة العليلي هو جزء من ضمير مصر يعني هو تولد سنة 34 وبعدين في باب الشعرية وبعدين اتنقل معبضها في الحرب العالمية التانية في أول الحرب العالمية التانية لإسكندرية كان سنة بتاع 7-8 سنين بدأ يشوف الثورة وبدأ يصوف الضربات وبدأ يتعرف على رجال يسمع أسماء زي السائر الوطني إبراهيم طلعت نائب كرموز وكان عايش في منطقة أسماها محرم بيه وبعد كده بعد نهاية الحرب اتنقل لمصر ودخل مدرسة الشيخ صالح في السيدة زينب عايش هو في بركة الفيل ودخل مدرسة الابتدائية لما دخل مدرسة الابتدائية اتعرف على الأستاذ عبد الحميد سليم أخه الفنان عبد المحسن سليم كان هو أستاذ المصرح في مدرسة الشيخ صالح في السيدة زينب وعمل مسابقة الناس تفتكر الأستاذ عبد المحسن طبعا وكان ليه أعمال كتير الأستاذ عبد المحسن السليم طبعا من الناس هو يمكن مش شهير قوي لكن معروف والله في زمنه كان شهير كان شهير ده الأستاذ عبد المحسن السليم أخوه بقى الأستاذ عبد الحميد السليم كان أستاذ المسرح في المدرسة الابتدائية فطلب عايز يعمل مصرحية تاريخية فطلب أطفال إنهم يعملوا أدوار فنجح الأستاذ عزة العليلي وكان طفل في إنه ياخد دور سيدنا موسى أدى الدور بشكل أبهر عبد المحسن السليم اللي رايح يتفرج على العرض اللي عمله أخوه في العمر ده ممكن حد يقد شخصية بالعظم مصرح المدرسي ما هو لما يكون البني آدم عايش الأستاذ عزة العليلي أحد الضمائر المصرية اللي عاشت هم وطنها من الصغر من الصغرها يعني هو عاش في رحم الثورة رحم الغضب من الاحتلال رحم إحساس المصري بإنه عايز يتحرر كل ده شكل طفولته شكل اللبنة الصغيرة يرى اللي في طفولته جسده وعقله ووعيه وتفكيره فالمهم أني سنة خمسين متربي بقى هو بقى على أعمال يشوف السوارات والناس والبتاعه طالب بقى شاب بقى صغير لحد سنة خمسين كان سنة ستاشر سنة بدل ما يحب بنت الجران ويمشي وراها حب مصر لدرجة أنه هو سنة ستاشر سنة أحد الإعلانات نزلت بطلب فدائيين الكلام ده كان سنة خمسين كان سنه ستاشر سنة طلب فدائيين للتطوع في الحرب في فلسطين فهو ستاشر سنة قدم لكن طبعا اترفض لأنه سنه صغير سنه صغير وبعدين في السنوي ولسه وراها جامعة وبتاعه وحاجات زي كده الفترة دي على فكرة من أهم الفترات اللي مرت على على الأستاذ عزة العليلي من الناحية الإنسانية والوطنية والشخصية ليه؟ لأنه سنة خمسين كان سنه ستاشر سنة وقدم لأنه يبقى فدائي وكده وبتاعه بعدها بفترة سيارة وله توفى لما وله توفى كان هو خد توجيهية في الفترة كان عنده خمس بنات أخواته أخته كبيرة كانت انجوزت في حياة ابوه كان عنده عسمة وعفة وعنايات ونجوات وفطمة أخواته البنات فلما أبوه توفى بقى هو العائل الوحيد لأنه هو الولد الوحيد اللي موجود في حياة أسرته فقرر أنه يشتغل صرافه لكن لم تنقطع صراف بانجيا لكن لم تنقطع صلته بالأستاذ عبد المحسن سليم والأستاذ عبد الحميد سليم ومتاعه وحاجات زي لحد ما قامت صورة 52 لما قامت صورة 52 ترى في ذهن الأستاذ حسين صدقي الفناني الكبير حسين صدقي أنه يعمل مشروع فيلم اسمه يسقط الاستعمار لكن في الوقت ده كان هو عايز كل صغيرة وكبيرة عنده الروح الوطنية حتى الكمبارسل الصامت فدار على شابه عايز ممثل صادق عايز صدق في كل حاجة من أول الممثل الصامت لحد البطل وهو كانت بطل المخرج في ذلك الوقت